الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمن انتبه انتبه إذا في حديث يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض خطيئة كان من شهدها فكرهها وفي رواية فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها من شهدها فكرهها أو أنكرها كان كمن غاب عنها هو موجود فيها لكن ما هو مؤيد شهدها يعني حوله خلاص أنكرها ما هو مثل ما هو معهم ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها غايب وموجود في المنطقة لكن بالنية معهم سواء هذا الفريق ولا هذا الفريق في الحرب نتكلم في الحرب هي عامة هذا الحال ها كان هو بعيد لكن كان معهم يكتب له ما لهم وعليه ما عليهم مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى تبوك وقال وهو بعيدا عن المدينة قال إن خلفنا بالمدينة أقوام ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلى آخر حديث يعني هم إلا وهم معكم شركوكم في الأجر شو الخطوات شركينهم في الأجر شركوهم بماذا؟ بالنية حزنا أن أود أن يكون مع الرسول ما استطاع معه فهكذا النية توصلك أن تكون مع أحد الفريقين تقول أنا مع فلانيين ضد المغضوب عليهم ما أدراك ما أدراك فلا تزكوا أنفسكم كيف تزكي واحد ثاني زفزك داري عن أن تقر ربنا قال لا تزكي هو أعلم بمن اتقى هذه الخطورة يخشى عليها للمؤمنين الجدد ولكن المؤمن القديم حتى لو ما عرف كرس رباني ولا كان موجود مؤمن يفهم يفهم الموضوع مسألة إيمان كفر ليس مثلتي يعني عبادات ما سكانة ما دمت أعبد بطريقة سيدنا موسى وعيسى إذن أنا يهودي نصراني أعبد بطريقة محمد إذا أنا مسلم لا مثل هذه الحلقة الصغيرة في الدين في الأديان كلها الشرايع الحلقة الصغيرة هي العبادة الأخلاق والإيمان أحيانا تكون الأخلاق فيه لكن الإيمان ناس ما تفهم الإيمان قليل في زمننا ذا قليل يفهم إيش معنى إيمان إيمان تؤمن بالله وتثق به وتحبه وكمان معها لا تثق بغيره ولا تحب ولا تعبره فمن يكفر بالطاوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرض هذا ما أحد يفهم أنت فهمت أحمد الله أحمد الله واستغيث أنك عرفته غيرك لا يعرف لا يفكر في هذا الموضوع يقول لك الطاغوت هو وكذا كذا يفسر لك تفسيرات ضياك ما طغى حبك له لنفع فيه أو ضر يدفعه أو ضر فيه تخافه كل طغيان طاغوت لأن الأصل أن تخشى الله فخشيت غيره أصل تخاف الله خفي تغيره خفخف تغيره الأصل تحب الله حب تغيره إذا حب تغيره خلاص خطر بعباداتك كما قال الله سبحانه وتعالى وَلْإِنْ كَنَ أَبَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَشْيَرَتْكُمْ أنا أكررها بس هيها هذا صح هي المفقودة الآن بعض الآيات القرآن كله متاح هذا لا مرور سريع وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإنما لا نقترث موات جاد أخبروا أن أحب إليكم من الله ورسولي وجهه السبيل فتربصوا تربصوا حتى يأتي الله بأمري والله روين دلقوا من فاسقين فنحن نخرج من هذا الكلام بيش لا نؤيد ولا نعارض أي فريق من الفريقين اللي الآن والذين سيأتون فيما بعد لا نقول مع أو ضد حولنا يتكلم يتكلم كما شاء يسمع ورمي يسأل رايك يقول الله يا أخي كل ما سألك كذا يعني شوف لك مخرج أو قلل الجلوس إذا كان مجبر إذا زل لسانك وتكلمت وانجرفته البيئة لأنك يعني إما سنك صغير وإلا أنك ضعيف فطاح له مثلا فطاح له يعني عباقرة في موضع إما أو دكاترا أو ما شاء الله فارجع إليه نقول يا رب يا رب سامحني أنا أخلطت وانجرف لساني وبس واعتبرها وش وفيرت مو تقول سامحني يمكن ما سامح يمكن مدريج هذه وساس الشيطان تمام فلا نؤيد ولا نعرض ولا نحب ولا نبغض خلك بعيد حبك يزيد خلك بعيد حبك يزيد فنحن الآن أمام مفترق تقرق المسلمين الآن مشكلة 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 كبرى ولكن ماذا نفعل خلاص قدوا يعني متوارثة إلى الزمان وتلقى العلومة الآن يدخلون في هذه المتاهة لأنه معارف أنه ما يفرق بين مسلم مؤمن مواعيد الله ما تجي ليش ما تجي كم حاربوا المسلمين كم حاربوا الآن في الزمن ذا حاربوا العداء العداء انتصروا حاربوا هنا العداء انتصروا ما أبغى أبين بس بي أنت فاهم حاربوا انتصروا وين أننا نحن ها فيه شرط مفقود فيه شرط مفقود عبادات مضبوط والشكل مضبوط كل هذا مضبوط نجي للأخلاق أقل ضعيفة طيب خليها نجي للإيمان يكاد يكون صفر لأنه في إيمان بالله وإيمان بغير الله ما عندي سلاحات لأقاتلك كيف قاتلك ما هي مشكلة مشكلة لا تفهم ليست موجودة في الكتب يعني الكلام من الكتب لا يفيد عندك ثقافة عقلية العقائد كلها حافظة هنا هذا ليس إيمان هذا إيمان عقلي لأن هذا سوف يدخل في القبر يأكله الدود من الذي يسأل في القبر من ربك ما دينك من نبيك من الذي يسأل بعد مغادرة الدنيا مباشرة قابل دقيق كنت مع الناس ثم بعد ذلك صلوا عليك ودخلوك هناك من الذي يسأل هذا الجسد لا أنت الخالد الأبدي من كان أنت الذي كنت أنت قلب جسدك ملوث بالدنيا وبغير الله ملوث هناك لا تجاوب هؤلاء الرجال الذين غير ملوثين لا أقصد الرجال الذكور رجل يعني فتي مرأة ولا رجل رجال لا تلهم تجار ربي يعني ذكور لا فطيب نعادي هنا فنكون أذكيا نكون أباقرة فماذا يكون تبغى أسأل عني شفت لي حاجة هنا حتى لو ذكرتوني ما يفيد كدني أسجل في البيت وأرسل فحبابنا في الله نكون غير مؤيدين ولا معارضين لا نقول هذا حكم ما فيه لا تحكم هذا الكافر هذا ظال هذا مؤمن هذا مسلم ما لك لك بنفسك فلا تزكوا أنفسكم كمان فيش تسوي في هذه الأمور صامت أتكلم عن الله والآخرة والجنة والنار بما شئت تكلم عن الجو لا تتكلم عن كذا لكن لا تدخل مع فئة ضد فئة مطلقا هذا يخلي منك يطيح وكلام هذا موضوع موضوع هام وللجميع للأقدار اللي علشان تسلم من الأمراض لا تكره الأمراض تقبل وجودها في العالم هذا قدر لحكمة وتقبل وجودها فيك قدر لحكمة تزول منك ما لكم تقبل وجود حروب وناس غاضبين ويريدون يدمرون الآخرين وذلك يدمروا هذا ونحن السادة مسجد الله أريد أدمر هذا وبس خلاص سواء سواء سخر مستحيل إذا كنت إذا كنت رئيس تخرب ولا تصلح إذا كنت رئيس أسرة تخرب ولا تصلح وإذا كنت رئيس أسرة خربا فأس ضال مضل مبهذ مخرب و اللي مو رئيس في بيتك ابنك أخوك زوجتك اللي يكون ماشي مصبوط هو لا يتضرر محمي هو وممكن خيره يصل إليك لأن الرحمة سبقت غضري شرك موجود وخير هذا موجود ينصر هذا ينصره يجي للعائرة فيها خير أو يطير الزوج هذا ويجيب لها الله زوجه واحد ثاني يغير واقعك كيف ما لك شغل أنت خليك مضبوط وشوف يشي يصير في العالم واحد اسمه داوسن مؤلف كتب العوالم المتوازية وعنده جامعات في كندا في أمريكا في كل مكان يقول ذهب العراق وقت الحرب وماذا حصل مذكور كتابيا يعني باللغة الإنجليزية يمكن فيه عربي فهو هناك صار انفجار في المنطقة ومات ناس والإشلاء تطايرت والدكاكين والإشياء هذه ألم صار خراب في المنطقة يقول لم يصبني خدش خدش واحد ما يصيب وانا عارف انه ما يصيب لان هؤلاء كلهم يخافون ها اي وقت يجتي قنبله منطقة يعني وانا ليس عندي خوف يعارف هذه المنطقة فيها هذا الخوف هو جاء لي غراض وذهب لم ينصبه خدش هذا غير مسلم اللي في الداخل يجي في الواقع قانون رباني للبشرية للبشرية الغزالة تجري لا يلحقها الأسد في الداخل صار اقترب خافت نسكها كله قانون قانون كوني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والأشجار والجبال بعدين أول الكاتالوج أول النظام الكوني تأخذ بوت تستفيد هنا لكن بعدين في المراحل القادمة ما يمشي النظام الدنيوي يمشي إذا جعلت هنا جوهرة هي الإيمان بالله والثقة وحبه وعدم الإيمان بغيره هنا وفي جميع المراحل فأحببنا في الله هذه نموذج صغير صار وسأل ناس كثير وتكلموا يعني في في التليجرام الخاص وفي الإيميل و واتصالات يعني من الذي نعرفهم فأحببت تقول دخلنا نتكلم كلمتين لا نؤيد ولا نعارض ولا ندخل فيها قدر من أقدار الله يفعله يفعله لخير تربية وتنبيه هو تنبيه جي المسلمين اشتباك مع قوم آخرين وينصروا عليهم يذهبون في مكان ثاني ينصرهم عليهم ينصرهم عليهم أينما ذهبوا ضرب هزيمة ليه رسالة آمن بي أنا القوي ليس سلاحك أنا الرزاق ليس سببك أنا الشافي ليس سببك آمنت روح للسبب تلقى الشفاء فوري روح للسبب تلقى الرزق فوري يقول لك لا يمكن وظفك اذهب يوظفك سوف أدمر المنطقة التي أنت فيها عندي نووي يرسل نية هذه موجودة عند الله هو أقرب إليه من حبل الوريد ونيتك موجودة عند الله أقرب إليه من حبل الوريد تحت السيطرة اللي ترى مباثر عشوائي ليس معشوائي كل ذرة معروف في مكانها وما تتحرك إلا بالله النجوم تتحرك بالله الشجر يتحرك بالله أنت تتحرك بالله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطيف يعني هو اللطيف الخبير فلذلك نؤمن بالله ونثق بالله ولا كأننا في الدنيا هذه كل نهاية مهما يجري غريب بين الأقوام هذا المؤمن غريب كن في الدنيا كأنك غريب في الدنيا مع الناس لست منهم كأنك غريب أو عابر سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هكذا نحن في الدنيا ليس الدار مقام نعرف أن الأبدية مع ربنا الحياة الأبدية هي الأولوية عندنا الحياة الدنيا ليست أولوية عبور هب لي ملك الله ينبغي لي أحد من بعد تحدي يتحد عندي الملك هل يغتر به قلب يحب الله يعظم الله يخشى الله يخاف الله غيره لا يخشى لا يخاف شوف كيف فالله وهبه وهبه أشياء كثير يجلسي كذا مع الملأ اللي عنده أيكم يأتيني بعرشها لو عنده مستحيل هذا ما يجي في الخاطر ما يجي لكن عنده أي شيء ممستحيل والثاني مثله ها ناتك قبل أن نشتد لك طرفك ولك قالوا إيش فيك إيش فيك إيش فيش هذا الطلب كيف نجيب عرش قلم كيف في الاختراعات هذه في العصر قلم يجيبه من بلد إلى بلد في الطرفة عن كذا غمض فتح له موجود في يوم كامل جيب لي من أمريكا إلى هنا بأعظم طيارات فغريب عنده قدرة هاي لو غريب يقول له إيش يبقى سوي فيه ملك الله هو الحكيم فيه أجي أنا أتدخل أقول لا هذا كذا هذا كذا وأسوي قدراتنا يجي نبي يقول لي اشتبه أقول له خذ أمسك أما يجيني واحد أفتح مجالات لأناس ما يعرفون الله ولا يحبونه ولا يعظمونه وله في بالهم ها فلذلك المؤمن حصيف وذكي وقادر ربنا ما أعطي إذا كان هذا غير مسلم جاك في منطقة فيها دمار ولا في عنده خوف ولا أي شي دخل لحاجة التي يريدها وتفجر المكان ورحل بيطمئنان كامل بيطمئنان كامل هكذا المؤمن ربنا وعد وقال لا خوف عليهم الخوف مني أن يأتي من غير الله هوا عم أعطيهم صفر كيف يجي الخوف دمر لغا تسوي فيه مرض فيه بلا فيه كذا ابتسم أعطاك درة بعد تحت الدرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مؤمن لا يحزن لا يتمكن منه الحزن هو معناته ما يحزن لا يتمكن منه الحزن ويسيطر عليه عشر عشرين سنة ويقول المسلمين لا تأتي بسيرة نبي يشوف سورة يوسف موجود لها خمسة أو أكثر فيديوهات الأبياء الشيخ الأخر لا أحد يأتي بهم نيعي أبياء جاءوا هنا أصلا هم من دار الغربة هم من الغيب كيف يرسل الله هؤلاء لنا الله موجود مشاهد كيف جاءت الإرسال كيف جاء سفير أمريكا هنا هذا سفير أمريكا لابد يكون جنسيته من البلد أجب لك واحد من اليمن يقول أنا سفير أمريكا إلا إذا جنسية عايشناك هذا ما نشغل لكن هو الآن من بلاد من لك هو الجاي أنا ما تجي الدولة تجي بواحد ثاني يحطه يسألوا عن أمريكا كم ولا يقول ما أدري لابد جنسيته معلوماته هو أصلا لا ينتمي لهذا المكان الذي جاي له هيأخذ هذه قوية ينتمي لذلك البلد وجاء عندنا لهدف هدف ذلك البلد لسه هدف من رأسه هدف ذلك البلد فهمناها هكذا الرسل من الغيب الملك بشر مثلك ولكن أين أنت منه ملياردير عنده حراسح والقصر يقول أنا أنت سوا صادق في عينين وينجرح وينضرب ويمرض ويتعب ويتزوج يأولادي يروح السوق يقضي مقاضي لكن في أشياء ما مثلك يسير جيوش الملك وإنت ما تقدر تجيب واحد الرسل لا نأتي بسيرتهم مرة موجود عندنا هناك بس هذا عندما تكونوا في الواحد عاد الضغط قال أنا صبرت مثل أيوب وحزنت مثل يعقوب هذولا الناس تانين هذول عندهم حب عالي عالي جدا والله جعلهم شهيد على الناس شهداء شهداء على الناس يجي يوم القيامة راح ولده وكفر يجي يقول له الله تعالى ليش كفرت قال حبيت ولدي قال هذا حبه وبيضة عيناه من الحزن قلبه نقص واحد من حبي لا قلبه توجه لغيره لا ما دعا جبل الولد الآن يقول لك ربعين سنة يدعو وما استجيب له هو ولا أيوب ولا يواحد ما بقي ما وجدوا طريقة يقولون يونس ولما دخل وغاضب الله عليه هذا المغاضب عليهم لكن شوف غاضب الله غاضب الله عليه وألقي في في الحوت التقمه الحوت جلس عشر أيام وقال كذلك ننجي المؤمنين يعني فوري كذلك مثله فالمهم والله دخلنا في كوكتيل عجيب نرجع للكلام هذا ضروري نحافظ على أنفسنا نكون يعني زي القوقعة زي الفقاعة دخلين فيها معزولين عن العالم كتاب الله نقرأ فيه نصلي داخل البعد الرباني نذهب للشغل في القوقعة في الفقاعة هذا نذهب أي مكان هو ربنا حطنا فيه وحطنا المقاع لا يضرك من ضل إذا اهتديتم وقال لك لا خوف ولا حزن مدوم تعظمني كيف تحزن جاء الخوف والحزن إذن هناك مشكلة عندك في الإيمان بالله والكفر بغير الله عندك إيمان بالله لكن كمان هذا شيء مهم حدي ملكي ذهب حظيم أنا بدونه صفر إذن أنت خلفت السنة أنت مكرم خليفة الله في الأرض كرمنا بني آدم وهذا سخر لكم ما في السنة هذا سخره تعلقت فيه حتى كبرته وأنا صغرت نفسي حتى أنت خلفت السنة سنة الله التوازن بينك وبين الأصغر والأكبر طيب عن الآخرين عن الآخرين هو رب العالمين وربنا وربنا ولكن طب الطب الذين عند الله في آي بي هم المؤمنون غيرهم في آي بي بلاستيك مدة ستين سبعين مئة سنة وذهب هو وجسمه هو في البي لكن أنت في آي بي أبدي أنت لا خوف ولا حزن أبدي بعد الموت لا يحزنهم الفزع الأكبر كلمة الأكبر هذه قالها الله يعني تهاوي الكثير تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع وكل ذات حمل حملها غير المؤمنة أيها غير المؤمنة لكن هم حطوا على الجميع جيب الدليل أنه غير المؤمنة هذه مشكلة لأنه في ذاك الوقت ما قامت الساعة إلا لعدم وجود واحد مؤمن القمر موجود والزحل والكواكب والشجرة والملايين مليارات الكفار غير المؤمنين من كل الأديان عايشين لأن فيه واحد أو عشرة مؤمنين بالله لأجل خاطرهم يطعمون ويسقون ويركبون اليخوت والقطرات وهو لا يستطيع لكن هم لأجل يتمتعون مو لا يستطيع يعني هو يريد لا ما يريد ولا هم فيها هذه لعب ولهو وزن وتفاخر إن جاءت فأنا يعني أغيظ الملائكة حتى هب لي ملكا لا ينبغي لي أحد بعد حتى أثبت الملائكة شوفوا جاء المرض عليه سماويين من هذه جناح بعوضة كلهم يتنافسون لا تعادل جناح بعوضة ولو عادلت جناح البعوضة ما سق منها واحد كافر غير مؤمن شربت ماء لكن لأننا نتسوي شيء خذ مئة سنة خلصت مئة سنة بالنسبة المليار كم تساوي ولا شيء لذلك خذ لكن هناك خاص بالمؤمنين خالصة للذين آمنوا دخلنا وطولنا زعادتنا يعني الكلمة كلمتين حطناها ستمائة ألف كلمة فلذلك أحبابنا في الله لا نؤيد ولا نعارض أي قدر من أقدار الله خيره وشره تجي الآيات والبراهين ومن الناس هذا كيف نفعل هذا الشر وهذا لا يجوز خلي اسمع من هنا وارمي من هنا خليك مع ربك وانظر ماذا يفعل بك في جميع المراحل وفي الدنيا تشغل بشاير أنت في الرخاء تعرفي الله وانظر في الشدة ماذا يفعل انظر في الناس حايمة قامت الساعة أنت لا تحزن ولا تخاف وهم مرعوبين كما حصل أحبابنا في الله في المغرب وليبيا الناس تهيم ماذا في قالوا زلزال ماذا في زلزال في إن بعضهم كملت نوم هربوا الناس في العمارة وانظروا للبيت الذي حمي تعرفي الله في الرخاء كان يأخذ الأيتام ويكرمهم ويؤويهم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم كله تدمر عماير أضخم بيته المسكين هذا راحت هو حفظ شباب كانوا في مناطق العواصف في أمريكا تحذر الناس اقتربت واليوم الفلاني ذهبوا وهو حر ترى كله الحرية جلست رحب بعضهم جلس فإذا ذهب بيته قال أجلس يتدمر رجع مرة ثانية في مسلمين بدأوا بالأذان وكبروا الله وعظموه أو اجتمعوا وقرأوا القرآن العاصفة تمر من جوار البيت تهدم البيت اللصيق به وهو لا العلام لا ينشر إذا عرف ألف فلت منه خبر هنا ولا هنا غير كذا لا لأنه ما ينشر يعني لأنه ما يجي التفسير في يقول أنا ما أعرف لا لا تنشر لازم نعرف كل شيء فلذلك لا نخوض ولا نتابع ولا نهتم عياتنا هذه القصيرة مهما يحصل فيها تدمر لنا حياتنا الآخرة وانظر ماذا يحصل والله إذا رزق الناس لأنهم اعتمدوا على غير الله تركهم ويجوعون ويموتون أنت تأخذ من بينهم وتعطى رزق رغد هذا عمله ونعم بالله أي شيء لن يصيبك إلا ما لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كتب لك مكتب عليك هذا اللي أوصيب به الناس ما كتبوا لك إذا لن يصيبك فنثق بالله ولا نثق بأخبارهم ولا نؤيد أحد ضد أحد لأن ما نعلم حقيقة الناس هم يدعون نحن أحباء الله وأولئك يقولون نحن الذين أحباء الله فالذي ينتصر ليس معنا أحباء الله لا شغل الله لحكم يعلمها لا نصفق له ولا نقول ما فيه عجاب لا ندخل في هذه المخاضة بعد ريح دماغك ريح قلبك خلي دماغك ريح قلبك لا حزن ولا مصيبة ولا ضرر لا يضركم ولا تحزنون وإيش تبغى ما أحسن البشرات هذه ورزقكم عندي وشفاءكم عندي ونصركم عندي وأنا وليكم متى إذا آمنتم بي وتركتم غيري بسيطة معادلة بسيطة يا بسيطة لكن دخلها بقلبك هنا هي اللي بغالك تقتنع اقتنع كامل يا ربي أنا والله في عندي أحياناً يجيني وساوس استرني اغفر لي أصلح لي خلاص أنت مقبول بخرابطك هذه اللي هي ضد ما دمت أنت ملتصق بالله وأواب تواب منيب فأبشر بالنصر اللي للمؤمنين الكاملين ربنا عدك من المتقين إذن يرزقوا من حيث لو يحتسق أنت يعني في محسنين في مذنبين لكن عندهم طريق فاتحين الطريق ما غلقوه الذين إذا فعلوا فاحشها وظلموا منفسها مش سووا ذكروا على طول الذكر موجود ذكر كفر بغيره هذا معنى ذكر الذكر هو الكفر بالطوة الإيمان بالله ليس الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أنت تلعب على الله تقول سبحان الله وتذهب تقول سبحانها هذه الأشياء منزهة على طول تساعدنا هذا التنزيه لغير الله ما بغاء ينزه الله نزه الله ومن القلب لا تنزه غيره كبر الله غيره لا تكبره خلي عندك التوازن هذا إنك تكبر الله خلص معنى تغيره لا وشوف ماذا يعمل إذا أنت توجهت له والله يؤيدك وينصرك يغير دولة على شأنك الدول قائمة على شأن المؤمنين موجودين قائمة الدول ببسطه وكل على شأن المؤمنين المسلمين المؤمنين المؤمنين ليس الأمر بسيط أنت تأثيرك عالمي خيرك عام على غيرك تعرف إلى الله في الرخا نحن الآن في الرخا رغم أنه بوادر ظهرت لازمنا في الرخا وسنرى عند الشدة احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخا يعرفك في الشدة ما يحتاج منك أنت تهتين هنا ما في أحد هو أقرب لك يضبط لك كل الحال اللي في أنت فيه وصلا وسلام على سيدنا محمد على صحابي جمعين